اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين تحصل مما ذكرناه في المحاضرة السابقة أن النيل من رموز وشخصيات الطوائف المنحرفة كان هذا النيل منهجا واضحا في سيرة علمائنا الأبرار قديما وحديثا ما كان علماؤنا يعتدون بكون هذه الشخصيات مقدسة أو مبجلة لدى تلك الطوائف المنحرفة وإنما كانوا يسعون لهدم قداستها وكرامتها حتى ينهدم الباطل الذي كانت تمثله أو لا تزال تمثله من هنا صنف علماؤنا عشرات المصنفات التي تقدح في أبي بكر وعمر وعائشة مثلا ومن هنا أيضا أخرج أكابر علمائنا ومحدثينا كالكلين والصدوق والمفيد وشيخ الطائفة الطوسي وغيرهم أعلى الله درجاتهم أخرجوا أحاديث المطاعن والمثالب في جوامعهم الحديثية وكتبهم ومؤلفاتهم مع علمهم بأن في إخراج هذه الأحاديث والمطاعن وتدوينها ما علمهم بأن ذلك فيه إغاظة للعدو ولأهل الخلاف هذا أمر طبيعي أن يغتاض العدو والمخالف لأنه حين تقع عين الواحد منهم مثلا على حديث في الكاف الشريف يكفر أبا بكر وعمر ويلعنهما ذلك لا محالة يغيظه لكن لا بد من غض الطرف عن ذلك وعدم الاهتمام بهذا الأمر لأن المهم هو الحفاظ على الحق المهم هو توريث الحقائق للأجيال لألا تزيغ عن هذا الحق ولو كتم علماؤنا الأكابر هذه الحقائق ولم يخرجوا هذه الأحاديث للعلن لضاع هذا الحق واندثر كما هو واضح تخيلوا أنتم مثلا لو أن علماءنا لم يخرجوا أحاديث أمتنا عليهم السلام في لعن أبي بكر وعمر وتكفيرهما وبيان ردتهما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لو لم يفعلوا ذلك فأنا لنا أن نعرف موقف الأئمة من هذين الرجلين ومن كان منا يجروا على مس أبي بكر وعمر بكلمة واحدة كنا لو لم يخرج علماؤنا هذه الأحاديث لو لم يخرجوها لكنا قد اشتبه علينا أمر أبي بكر وعمر على أقصى تقدير وبالتالي ما كنا لندين الله تبارك وتعالى بالبراءة منهما بل لكان معظمنا يدينه بموالاتهما وحين ذاك ينهدم التشيع من أساسه لماذا لأن التشيع يقوم على الرفض الرفض لكل أولئك الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وخانوا وصيته التي ولى بها أهل بيته مقاليد وزمام قيادة هذه الأمة من بعده التشيع قائم على رفض هؤلاء لهذا أصر علماؤنا على إخراج هذه الأحاديث التي كان كثير منها مكتوما لمكان التقية من هنا نجد مثلا أن شيخنا ثقة الإسلام الكوليني رضوان الله تعالى عليه يخرج في كتابه الشريف كتاب الكافي هذا الحديث عن الإمام الباقر صلى الله عليه هذا على سبيل المثال للحصر وكنا قد نقلناه سابقا يقول الإمام الباقر عليه السلام إن الشيخين فارق الدنيا ولم يتوبا ولم يتذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين عليه السلام فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لم يكن الشيخ الكوليني رضوان الله تعالى عليه غير مدرك لحقيقة أن إخراجه هذه الأحاديث في كتابه سيؤدي في جملة ما سيؤدي إليه سيؤدي إلى إغاظة العدو والمخالف كان الشيخ الكوليني مدركا لذلك كان مدركا أن إخراجه لهذه الأحاديث تترتب عليه خسائر قد تصل إلى حد أن يقدم هذا العدو أو المخالف على قتل أحد المؤمنين لأن هذا المخالف يرى النيل من شيخيه بصراحة في أجل مصدر حديثي عند الشيعة وأكثر مصادرهم اعتبارا كان الشيخ الكوليني مدركا لهذه الحقيقة واقفا على خطورة هذا الذي يفعله وكذلك سائر علمائنا الكرام الذين فعلوا فعله لكنهم مع كل هذا ما كانوا يعبعون لماذا؟ لأنه لابد من حفظ هذه الأمانة أحاديث نبينا وإمتنا عليهم السلام أمانة عظيمة وضعت في أعناق علمائنا فكان لابد للعلماء من أن يحفظوها مهما كان الثمن وأن يسلمها كل جيل من أجيالهم إلى الذي يليه يسلمها إليه يسلم هذه الأمانة مهما حصل وإلا لضاعت هذه الأحاديث الشريفة ولن دثر معها الحق تماما هذه نقطة مهمة ينبغي أن يفهمها الجميع هاهنا وهي أن تأليف علمائنا كتب المطاع وإخراجهم أحاديث المثالب صحيح أنه أدى إلى سفك دماء بعض الشيعة في مراحل مختلفة من التاريخ إلا أنه أدى في المقابل أدى إلى حفظ الحق إلى حفظ دين الله إلى حفظ أحاديث أهل البيت من أن تزول أو أن تضيع وهنا ينقضح هذا السؤال أيهما أولى بأن نحفظ دين الله أم دماءنا هذا هو السؤال المهم أيهما أولى بأن نحفظ أن نحفظ دين الله أم أن نحفظ دمائنا وبعبارة أخرى هل نضحي بدين الله تعالى من أجل المحافظة على دمائنا أم نضحي بدمائنا من أجل المحافظة على دين الله تعالى أيهما يفدي الآخر الدين يفدينا أم نحن نفديه نحن لنا الحق في أن نتخذ كل وسائل الاحتياط لحفظ نفوسنا وحفظ أرواحنا ودمائنا وأعراضنا لنا الحق لحفظ النفس لنا الحق في أن نترك واجبا أو أن نرتكب محرما كل ذلك من باب الاضطرار والتقية ولكن إذا توقف حفظ النفس على إماتة الحق فدار الأمر بين أن نحفظ الحق من أن يموت وبين أن نحفظ النفس من أن تموت دار الأمر بين هذين في هذه الحالة لا حق لنا في حفظ نفوسنا وإنما تبذل نفوسنا رخيصة من أجل الحق لا حق لنا حينئذ في استعمال التقية لأن استعمالها حينئذ سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى موت الحق نحن نفدي الحق لا العكس إذا توقف أمر حفظ النفس على إماتة الحق فحين ذلك لا بد من بذل النفس في سبيل إحياء الحق والمحافظة عليه هذا الأمر كان يفهمه جيدا أعمدة مذهبنا كالكلين والصدوق والمفيد والطوسي وغيرهم من أفذاذ العلماء الأجلاء لهذا السبب حرصوا على تأليف هذه الكتب وإدراج تلك الفصول التي تطعن وتقدح في رموز الطوائف المنحرفة لأن الأولوية دائما دائما وأبدا هي لحفظ الحق من الضياء بهذا تبين لكم بشكل واضح أن الذين يمضون على سيرة علمائنا الأبرار هم أولئك الذين يجهرون بالحق اليوم يجهرون بالبراءة من الظالمين ويخصصون أوقاتهم لبيان مثالبهم ومخازيهم والنيل منهم كل ذلك توطئة لدفع الأمة إلى البراءة من هؤلاء الظلمة الفجر لعنة الله عليه هؤلاء الذين يجهرون بالحق والبراءة اليوم هم الذين يسيرون بسيرة العلماء أما الذين يدعون إلى إهمال هذه الحقائق أو التخلي عن بيانها أولئك الذين لا يكون محور البراءة حاضرا في خطبهم وأنشطتهم هؤلاء هم الشاذون عن سيرة العلماء سيرة علماء التشيع هي الاحتمام بالنيل من أمثال أبي بكر وعمر وعائشة وسائر الخارجين على وصية النبي بأهل بيته عليهم والسلام هذه السيرة يراها الجميع واضحة جلية في مؤلفات هؤلاء العلماء ومصنفاتهم منذ القديم كان رجالات التشيع بمن فيهم المحدثون والروات من أصحاب الأمة الطاهرين عليهم السلام كان هؤلاء يبدون براءتهم من أبي بكر وعمر وعائشة وأضرابهم كانوا يهتمون بفضحهم كانوا يهتمون بالنيل منهم إما في حلقات العلم والحديث وإما في مصنفاتهم وكتبهم وإما في مواقفهم العلنية وفي تعاطيهم مع الناس ما كانوا يخجلون أو يستحيون من إبداء البراءة والطعن والثلب حتى أمام أعلام المخالفين ممن كانوا على تواصل أو اتصال بينهم أو معهم وكان هذا يقع منهم رغم ظروف الجور والاضطهاد للشيعة آنذاك كان رجالات التشيع آنذاك مفخرة للشيعة حقا لا مثل بعض رجال زماننا الجبناء كان أولئك رغم السيوف التي كانت مسلطة على رقابهم ورغم ما بينهم وبين كثير من أعلام المخالفين من علاقات وثيقة الصلة تفرضها طبيعة حركة تلقي الحديث والسنن ورغم كل هذا كانوا لا يخفون مبادئهم الرافضية كانوا يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان ومن أشبه بل ويصنفون المصنفات في فطح هؤلاء وفي النيل منهم أي أنهم لم يتنازلوا عن مبادئهم وعن إعمال التبري من أجل الحفاظ على ما كان بينهم وبين أعلام المخالفين من العلاقات بل فرضوا على أولئك القبول بهم كما هم فرضوا عليهم احترامهم وهذا ما يفسر شهادة بعض أعلام المخالفين لبعض رجال الشيعة والتشيع شهادتهم لهم بالصدق والوثاقة ونحو ذلك هذا ما يفسر اضطرار أعلام المخالفين لقبول الحديث عن أولئك الرجال العظام وقبولهم الحضور في مجالسهم مع اعترافهم بأنهم روافض يطعنون في السلف والصحابة كما يعبرون السمة العامة لأعلام الشيعة آنذاك كانت النيل من رموز النفاق والإجرام هذا في زمن الأئمة الطاهرين عليهم السلام ومع المخالضة للمخالفين لا منافات وبالتالي كان من الطبيعي أن يطعن المخالفون في أولئك الرجال من هذه الجهة فيرمونهم بالكفر يرمونهم بالخبث يرمونهم بالفساد بالزندقة وما أشبه لكن في المقابل كثير من المخالفين اضطروا لأن يخرجوا الأحاديث عن هؤلاء الرجال الثقات الشيعة لثبوت صدقهم وعدالتهم حتى تتضح لكم الصورة ننقل لكم بعض النماذج في هذا الشهر النموذج الأول أحد أصحاب الأئمة السجاد والباقر والصادق عليهم السلام رجل يقال له عمر بن ثابت أبي المقدام الحداد رحمة الله عليه عمر بن ثابت هذا الرجل ذكر علماؤنا الرجاليون أنه أنه ثقه وكان المحدثون والرواة من أهل الخلاف يتواصلون معه يأخذون عنه الأحاديث رغم أن الرجل كان رافضيا بامتياز لا يكتم براءته من أعداء آل محمد عليه السلام أبدا ولهذا أنكر بعض أعلام المخالفين على قومه أخذهم الحديث عن هذا الرجل كابن المبارك مثلا ابن المبارك يقول كما نقله المزي في تهذيب الكمال يقول لا تحدثوا عنه فإنه يسب السلف وأيضا يقول فيه أحمد بن حنبل كما حكاه مغلطاء في إكمال التهذيب يقول كان يشتم عثمان وقال فيه الساجي مذموم وكان ينال من عثمان ويقدم عليا على الشيخين وقال أبو حاتم ضعيف يكتب حديثه كان رديء الرأي شديد التشييع من كلام أبي حاتم هذا نفهم أن الذي يكون الشديد التشييع هو ذاك الذي ينال من أعداء أهل البيت عليه السلام وكيف لا وقد كان هذا الرجل الجليل عمر بن أبي المقدام كان كان يصرح أمام أعلام المخالفين بأن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كفروا من بعده إلا قليلا منهم لا يتجاوز عددهم الأصابع هكذا كان الرجل صريحا وصادقا وبهذا فرض احترامه على أعلام المخالفين كان بعضهم يجالسونه ويتنادمون معه مع علمهم بأنه يحكم بكفر أئمتهم بل وحدثوا عنه وأخرجوا في بعض كتبهم أحاديثه مع أنه في نظرهم ماذا رافضي خبيث لماذا أخرجوا حديثه مع علمهم بأنه رافضي خبيث على حد تعبيرهم مع وقوفهم على طعنه في أئمتهم وخلفائهم لماذا أخرجوا حديثه لماذا احترموه لأنهم علموا منه الصدق انظروا مثلا ماذا يرويه المزي في تهذيب الكمال يقول قالها الناد كتبت عنه كثيرا أي كتبت عن عمر بن أبي المقدام كثيرا من الأحاديث فبلغني أنه كان عند حبان ابن علي فأخبرني من سمعه يقول كفر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أربعة فقيل لحبان ألا تنكر عليه فقال هو جليسنا وأخذ يتنادم معه أبو داود صاحب السنن صاحب سنن أبي داود مع أنه يقول عن عمر بن أبي المقدام يقول عنه رجل السوء قال لما مات النبي صلى الله عليه وآله كفر الناس إلا خمسة مع أن أبا داود يقول هذا الكلام عن هذا الرجل إلا أن أبا داود نفسه قد أخرج حديثه حديث عمر بن أبي المقدام في سننه أخرجه بعدما اعترف بأنه صدوق يقول أبا داود في ذيل حديث في الاستحاض في سننه يقول رواه عمر بن ثابت أي عمر بن أبي المقدام عن ابن عقيل وهو رافضي خبيث وكان رجل سوء زاد في رواية الأعراب ولكنه كان صدوق في الحديث ولم يكن أبو داود هو وحده الذي شهد لعمر بن أبي المقدام بالصدق والوثاقة شهد له بذلك أيضا إمام الحديث عندهم وإمام الجرح والتعديل عندهم يحيى بن معين كما حكاه عنه العقيل يقول يحيى بن معين عن عمر بن أبي المقدام يقول كان لا يكذب في حديثه هذا نموذج من النماذج العظيم لرجال الشيعة الذين كانوا مع تمسكهم برفضهم وابداء رفضهم لأمثال أبي بكر وعمر ونيلهم منهم كانوا قد فرضوا احترامهم على أهل الخلاف لصدقهم نمضي إلى النموذج الثاني النموذج الثاني لرجل هو أيضا من أصحاب الأئمة السجاد والباقر والصادق عليهم السلام يدعى إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ويكن هذا الرجل بأبي محمد القرش رحمة الله عليه كان هذا الرجل مفسرا للقرآن ومن الذين اكتنزوا علما جم وكان أهل الخلاف يتتلمذون على يديه وكان مذكورا بالخير عندهم يقول يقول عالمهم يحيى القطان يقول ما رأيت أحد يذكره إلا بخير وما تركه أحد الجميع كانوا يذكرونه بالخير هذا الرجل مع معروفيته بالخير عندهم كان كسائر الرجال الشيعة الأبرار يظهر براءته من أعداء الله أمام المخالفين لا يقيم لهم وزنا حين ينطق بذلك ولا يهتم إن قاطعوه أو آذوه أو حتى رفعوا أمره إلى السلطان ولأنه كان ينال من أبي بكر وعمر ويشتمهما ضعفه بعضهم وتركوه بل تجرأ بعضهم على أن يرميه بالكذب مثلا قال الجوزجان عنه كذاب شتام ولكن العقيدي يقول عنه ضعيف وكان يتناول الشيخين أي أبي بكر وعمر لعنة الله عليهم وقال قاضي مر وشيخها حسين بن واقد القرش سمعت منه أي سمعت منه الأحاديث وكتبتها عنه فما قمت يعني ما تركته حتى سمعته يشتم أبا بكر وعمر فلم أعد إليه إذن الرجل كان رافضيا يبدي رفضه وينال من أئمة الباطل ولكن مع هذا الرجل فرض احترامه على أهل الخلاف مع تمسكه ببراءته الجهرية من أبي بكر وعمر فاضطر بعضهم إلى الشهادة له بالصدق والوثاقة كما اضطروا أيضا لأن يخرجوا له في صحاحهم ومسانيدهم لاحظوا مثلا ما يقوله إمام الحنابلة أحمد بن حنبل كما حكاه المزي يقول إنه ثقة يقول عن السد إنه ثقة أيضا يقول ذلك ابن حبان لأنه أدرجه في الثقات أما الساجي فيقول عنه أنه صدوق فيه نظر أي أنه فيه نظر من جهة طعنه في أبي بكر وعمر وإلا فإن الرجل صدوق بالنتيجة الرجل بصدقه فرض نفسه عليهم ما عدم تنازله عن إظهار البراءة واليوم نجد أن جمعا من كبار أرباب الصحاح عند القوم قد أخرجوا أحاديثه واعتمدوا عليها لاعترافهم بصدقه ووثاقته لاحظوا أنتم مثلا ممن أخرج أحاديثه من أعلام القوم مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وابن ماجة في سننه والترمذي في سننه والنساء في سننه هذا نموذج النموذج الآخر وهو النموذج الثالث لرجل اسمه أبو سعيد عباد بن يعقوب الرواج الكوفي رحمة الله عليه هذا الرجل أيضا كان رافضيا جلدا نموذج وكان مع ذا يخالط أهل الخلاف بكثرة أصلا كانت عمدة نشاطاته بينهم ولذا اشتبه أمره حتى على بعض علمائنا فحسبوه رجلا عاميا لا شيعيا فرقوا بينه وبين أبي سعيد عباد العصفر الشيعي مع أنهما واحد هو شخص واحد لا اثنان وهذا الشخص الواحد ثقة عندنا وأفاد شيخنا خاتمة المحدثين النوري رضوان الله تعالى عليه في خاتمة المستدرك أن لهذا الرجل كتابا فيه تسعة عشر حديثا كلها نقية تدل على تشيعه بل تعص به في التشيع كماذا كالنص على الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام وأن الله خلقهم من نور عظمته وأنه قد أقامهم أشباحا في ضياء نوره يعبدونه قبل خلق الخلق إلى آخر ما أفاده قدس الله نفسه في خاتمه في خاتمة مستدرك الوسار على يتحال هذا الرجل كان قويا قويا في براءة من أعداء آل محمد عليه السلام لا يخشى إظهار ذلك أمام أهل الخلاف لا يخشى أن يبدي موقفه هذا أمام من يحدثهم من أهل الخلاف يروي الذهبي عن محمد بن جرير يقول سمعت عباد يقول من لم يتبر في صلاته كل يوم من أعداء آل محمد حشر معهم أي حشر مع أولئك الأعداء لعنة الله عليه هكذا كان عباد هذا الرجل العظيم وكان رحمة الله عليه يحدث بمثال بأئمة القوم وينال منهم وكانوا ينكرون عليه ذلك لكنهم مع كل هذا حكموا بصدقه ووثاقته يقول ابن عدي في الكامل يقول عباد فيه غلو في التشيع وروا أحاديث أنكرت عليه في الفضائل والمثالب لم يكن يكتفي فقط بأن يحدث بفضائل أهل البيت عليه السلام وإنما كان يصر على أن يقرن ذلك بمثالب أعدائهم بدءا من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ومن أشبه عباد فيه غلو في التشيع وروا أحاديث أنكرت عليه في الفضائل والمثالب أيضا حكى ابن عدي في الكامل عن عبدان نقلا عن ابن أبي شيبة أو هناد قولهما إن عبادا يشتم السلف وقال ابن حبان كان رافضيا داعية ويروي المزي في تهذيب الكمال عن صالح جزرة قوله كان يشتم عثمان عباد بن يعقوب يشتب عثمان وسمعته يقول الله أعدل من أن يدخل طلحة والزبير الجنة لأنهما بايعا عليا ثم قاتلاه لكن مع كل هذا فرض الرجل احترامه على أهل الخلاف حتى أقر بعضهم له بالصدق والوثاق وكان الدار قطني يقول عنه أنه شيعي صدوق اللطيف أن ابن خزيمة حين كان يحدث عنه يقول حدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب لاحبوا حدثنا الثقة في روايته إذن هو ثقة المتهم في دينه لأنهم لا يرتضون دينه دين الرفض الذي هو الإسلام الحقيقي القائم على الرفض الظالم عدم المودة للذين حادوا الله ورسوله إذن لقد فرض الرجل احترامه عليهم حتى جعل أمثال البخاري وابن ماجة والترمذي يخرجون أحاديثه في صحاحهم وسننهم رغما عن أنوفهم لا شك أنهم كانوا يكرهون شتمه لأئمتهم وخلفائهم إلا أنهم اضطروا لأن يأخذوا بأحاديثه لصدقه ووثاقته هذا نموذج ثالث النموذج الرابع رجل كان من أصحاب الإمامين الباقر والصادق صلوات الله عليهما ذكر علماؤنا الرجاليون أنه كان خصيصا بهما أو خصيصا بهما ما اسمه هذا الرجل اسمه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيا الشهير بأبي إسحاق المدني أو المدائني رحمة الله عليه هذا الرجل مع أنه كان وسط المخالفين ومع ومع أنه كان أستاذا للشافعي إمام المذهب إلا أنه كان رافضيا لا يتحرج من أن ينال من أبي بكر وعمر يقول شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله عليه في ترجمته لهذا الرجل الجليل يقول إبراهيم بن محمد بن أبي يحيا أبو إسحاق مولى أسلم بن قصي مدني روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وكان خاصا بحديثنا والعامة تضعفه لذلك وذكر يعقوب بن سفيان في تاريخه يعقوب بن سفيان الفسوي في تاريخه المعرفة والتاريخ ذكر في تاريخه في أسباب تضعيفه عن بعض الناس أنه سمعه ينال من الأولين أي ينال من أبي بكر وعمر ماذا قال عنه أهل الخلاف أبو داود صاحب السنان يقول فيه كما حكاه الذهبي يقول كان رافضيا شتاما أبو همام السكون يقول فيه سمعته يشتم بعض السلف مما حكوه من طعنه على أبي بكر وعمر ما رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء عن إسماعيل بن عيسى العباسي قال قال لي إبراهيم بن أبي يحيى غلامك خير من أبي بكر وعمر غلامك أنت خير من أبي بكر وعمر وكان هذا الرجل الجليل لا يكتفي فقط بطعنه في أبي بكر وعمر بل كان يطعن أيضا في مالك ابن أنس إمام مذهبهم كان يسميه حمار حمار يحمل أسفار هذا هو روى الذهبي عن يحيى الأسدي قال سمعت إبراهيم بن أبي يحيى يملي على رجل غريب رجل غريب جاء إلى إبراهيم بن أبي يحيى وطلب منه أن يمليه شيئا من الأحاديث فأملأ عليه بعض الأحاديث فأملأ عليه لأبي الحويرث عن نافع بن جبير ثلاثين حديثا فجاء بها من أحسن شيء عجب فقال ابن أبي يحيى للغريب قد حدثتك ثلاثين حديثا ولو ذهبت إلى ذاك الحمار فحدثك بثلاثة أحاديث لفرحت بها يعني مالكا كما يقول يحيى الأسدي إذن كان يسمي مالك بن أنس حمارا لكن مع كل هذا ومع أن بعض المخالفين لم يتحملوا مطاعنا إبراهيم بن أبي يحيى رموه بالكذب مثلا بعضهم رماه بالكذب يحيى بن معين مثلا يقول عنه بكل تحامل يقول رافضي كذاب مع هذا كبار أئمتهم وعلمائهم حدثوا عنه وتلقوا منه الحديث يقول ابن عدي بالكامل حدث عنه الثوري وابن جريج والكبار أما الشافعي إمام المذهب فقد كان تلميذا عند إبراهيم بن أبي يحيى وكان يوثقه وكان يحتج به ويؤكد أنه ثقة وصادق يقول الشافعي كما رواه المزي والذهبي يقول في متح إبراهيم بن أبي يحيى يقول لأن يخر إبراهيم من السماء أحب إليه من أن يكذب وكان ثقة في الحديث ولصدقه ولوثاقته أخرج له ابن ماجة في سننه أيضا هذه كانت بعض النماذج من سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام ورجال الحديث عند الشيعة تلك السيرة التي تثبت أنهم كانوا يمضون على منهاج إظهار البراءة وكما تروا إنا قد عرضنا هذه النماذج من مصادر أهل الخلاف لا من مصادر نافحص وذلك حتى تستيقنوا أن أن ثلب هؤلاء العظماء للظالمين ونيلهم منهم كان من الظهور والشيوع بحيث أن المخالفين سجلوه في مصادرهم أي أن هؤلاء العظماء لم يكتموا البراءة بل أظهروها حتى شاعت عنه وحيث أدركنا الوقت فإن نرجع عرض بقية النماذج إلى المحاضرة المقبلة بإذن الله وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين بالله بمحمد تعليم وفاق مات بالحسن بالحسين بالأئمة الأطهار ترجمة نانسي قنقر